هناك أطعمة يجب أن تبتعد عنها الحامل وتركز على المأكولات المفيدة لصحة الجسد ولنمو سليم للجنين لكن هل ينصح الحامل بتناول البصل؟ يعد البصل من المأكولات الآمنة أثناء الحامل إذ يمكنه أن يوفر العديد من الفوائد الصحية للحامل مثل تقوية جهاز المناعة فالبصل هو مصدر جيد لفيتامين جي الذي يساعد على تقوية الجهاز المناع للأم ولجنينها أيضاً كذلك فإن البصل سيساعدك على مكافحة مرض السكري الحملي وبفضل الكبريت الموجودة في البصل فإنها تعمل على مكافحة سكري الحمل عن طريق التحكم في مستويات السكر في الدم كما يعمل البصل كذلك على إزالة السموم من جسمك إذ تساعد الأحماض الأمينية مثل السيتسين والميثيونين الموجودة في البصل على إزالة السموم من جسمك من فوائد البصل للحامل كذلك أنه جيد لمشكلات التنفس حيث أن تناول البصل أثناء الحمل سيساعدك على تقليل المشكلات الرئوية كالربوك كما سيساعد على تخفيف احتقان الأنف ومن ثم يعزز النوم الهادئ وعلى الرغم من أن البصل يمكن أن يقدم لك فوائد صحية إلا أن تناوله بكثرة يمكنه أن يؤدي إلى أثار جانبية وغير مرغوبة كالإسهال وحرقة المعدة ويمكنه كذلك أن يسبب في عسر الهضم